مرحبا رجعنا لكم بوصفة جديدة من دليل الطبخ والتغذية لقبلا نزيه وقبلا فردوس هاليوم وصفتنا كل السهلة جدا لذيذة هاليوم رح نسوي تشريب اللوبيا الحمرة المكونات نص كيلو اللوبيا جافة اثنين رغيف خبز او حسب الرغبة اكيد بصلة دهن خمسة ليمون او ملاعق خلط لاثة واكيد طريقة العمل رح نشوفها ونسويها سوية موسيقى اول خطوة رح نسويها اللوبيا الجافة او اليابسة رح القطها ليكون بيها حجارة شي واخسلها اكيد مرتين واخليها على النار حتى تنسلق اكيد مع السلق رح احط شوية ملح اتركها الان تستوي بهالاثناء اني حطيت خبز جزء من عنده مثل ما هو والجزء الثاني قليته رح ابدي اسقيه بمي اللوبيا حتى يتشرب زين ويصير طري احط عليه حبوب اللوبيا الاثناء رح اثرم البصل واقليه ورح اوزعه على سطح التشريب كامل اكيد الليمون جزء لا يتجزى واذا اكو رارنج بعد اطيب اطيب ويلا نجرب هاي الوصفة اكيد اللقمة حتى تكون متكاملة الخبزة عليها اصرة الليمون او الحامض اللي انتم موجود عدكم وياها حبوب اللوبيا والبصل ولا اروع جربت الخبز المقلي وجربت الخبز بدون قلي النوعين طيبين تساووها حسب ما انتو حابيها وحسب ما انتو رايدين وهي كي وصفتنا لليوم كلش سهلة كلش بسيطة كلش سريعة كلش لذيذة اذا عجبون فيديو لا تنسون تساوون سبسكرايب و لايك وشير وانتظرونا في فيديو جديد من تطبيقات تليل الطبخ والتغذية اللي ابله نجزيها و ابله فردوس مع السلامة